اشهدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين لرئيسة مجلس النواب بتوجيهات الملكية السامية لتطوير المشاريع الخدماتية في كافة محافظات البلاد لخدمة الوطن والمواطنين وبما يعزز المسيرة التنموية الشاملة معربة معاليها عن بالغ الشكر والتقدير لجهود سموه للعهد رئيس مجلس الوزراء ومتابعة سموها المستمرة لتدشين المشاريع الحيوية تحقيقا للرؤى الملكية السامية وتنفيذا لبرنامج الحكومة وثمنت معاليها اهتمام وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في الحفاظ على العيون التراثية القديمة وحرصها على تطوير مختلف المشاريع الخدماتية إلى جانب الاهتمام بتوسيع الرقعة الخضراء في مختلف المناطق جاء ذلك خلال قيام معاليها بجولة تفقدية بحضور سعادة المهندس أسام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لعدد من المشاريع التطويرية والخدمية بالمحافظة الجنوبية شملت مشروع حديقة عين لحنانية الجديدة ومشروع تطوير حديقة محمد بن فارس ومشروع توسعة السوق المركزي بالرفاع وخلال الجولة التفقدية أكد سعادة وزير الأشغال أن أعمال الإنشاءات في حديقة محمد بن فارس شارفت على مراحلها النهائية كما أشار سعادته إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير عين لحنانية من خلال إنشاء حديقة بالقرب من العين الأثرية على صعيد متصل أكد الوزير أن مشروع تطوير السوق الرفاع المركزي يهدف إلى تطوير السوق الحالي مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع جديدة وأخرى تطويرية لمرافق قادمة من أجل توفير احتياجات مرتادي المتنزهات والحدائق وضاف أن لدى الوزارة مشروع لرصف عدد من الطرق الترابية بمجمع 901 في الرفاع موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر